لكن لاحظ لما احنا بنتكلم على اعمال 19 احبائي اول شيء يعني في بداية الاصحاح بيتكلم عن بولوس بروح لمنطقة افسوس وبشوف 12 تلميذ ليحنى المعمدان وكان سؤاله هل قال لهم هل قبلتم الروح القدس لما امنتم قالوا له ولا سمعنا انه يوجد الروح القدس فقال بماذا اعتمدتم بمعمودية يحنى فهو ابتدى يشرح ان معمودية يحنى كانت للتوبة ان يؤمنوا بالذي يأتي بعده اي بالمسيح بعدين سمعوا واعتمدوا باسم الرب يسوع ولاحظ لما وضع بولوس يديه عليهم حل الروح القدس عليهم فطفقوا يتكلمون بلغات ويتنبؤون وكان جميع الرجال نحو 12 شخص فاذا في الايمان المخلص يعني بدك تستخدم اسم يسوع لازم تلتصق تتحد في شخص المسيح تكون في علاقة حية مباشرة مع يسوع المسيح وهذا يأتي عن طريق الاعتراف التوب عن خطيتك التوبة المقرونة بالايمان في شخص الرب يسوع المسيح وتمتلئ من الروح القدس وعندما تمتلئ من الروح القدس هذا الروح القدس بيقودك بوجهك نحو الأماكن المحتاجة للتبشير ومحتاجة للروح لاحظ من القراءات اللي قرأتها عن بولوس مش بس كانت مؤيدة لرسوليته كمان الروح القدس كان يؤيد بولوس لأنه كان بيقوده وبيحركه من مكان إلى مكان في مرة روح القدس من عبولوس يتكلم بالكلمة في آسيا وجهه لأوروبا لكن برضو في الرحلة التالتة التبشرية التالتة رجع لآسيا فيه توقيت إلهي لكن اللي عاوز أقوله أحبائي مهم جدا الإيمان المخلص لاحظ في كورنتس الأولى إصحاح 12 آية 13 لأننا جميعنا بروح واحد أيضا اعتمدنا إلى جسد واحد ويستمر قائلا وجميعنا سقينا روحا وحدا فإذن الروح القدس مثل ما بقول روميا يسكن فينا ونمتلئ من الروح ويزيد هذا الامتلاء لما نمتلئ من الروح القدس بوضع الأياد الله بيستخدم بقوة غير عادية فأعمال تمانية مكتوب حينئذ وضعا الأياد عليهم فقابلوا الروح القدس موسيقى اشتركوا في القناة